عقد رئيس الوزراء قهيمي بدكي ألبير اجتماعاً مع الفاعلين الاقتصاديين بهدف تفعيل النصوص والقوانين الجمهورية والمتعلقة بمراقبة السلع المستوردة وذلك بعد أن مرت إدارة الجمارك بأزمة تتمثل في عدم تطبيق القوانين مما أدى إلى جرح وتراجع في الإرادات إلى جانب رفض الفاعلين الاقتصاديين تنفي القوانين الجمهورية حول هذا الاجتماع عد لنا الزميل خالد موسى الحاج هذا التقرير في الوقت الذي تواجه فيه شاد وضعاً اقتصادياً صعباً وفي الوقت الذي يتعين فيه على جميع الشاديين الوقوف معاً لمواجهة التحدي هناك للأسف بعض المواطنين الذين يريدون جر البلاد إلى نفق مظلم ومنذ أيام فإن بعض التجار ووكلاء التخلص يحجبون بشكل متعمد الحاويات وبعض الشاحنات المحملة بالبضائع في منفذ جمارك نجيلي والسبب أنهم يرفضون تقديم فواتير البضائع من أجل إتمام إجراءات التخلص الجمهوريكي طبقاً للمرسوم رقم 521 ومنذ أن أصدرت الحكومة هذا المرسوم الذي يلزم بالتحقق من الفواتير فإن التجار ووكلاء التخلص الجمهوريكي وبتواطئ مع بعض المسؤولين في الجمارك يعملون طب تنفيذ هذا المرسوم ومن أجل أن تتمكن مصلحة الجمارك من تحقيق الحد الأقصى من الإرادات فقد وقعت الدولة عقداً مع مكتب بيفاك لفحص ومراكبة البضائع وهذا المكتب لا يحل محل الجمارك بقدر ما هو هيكل يدعم الجمارك من أجل الحلولة دون خسائر في الإرادات الجمهوريكية إن وجود شركة بيفاك لجانب الجمارك لا يتطلب تكاليف إضافية على النقيض من الإدعاءات المغرضة التي يحيكها بعض الفاعلين والمتآمرين معهم بهدف تعطيل النشاط الاقتصادي في البلاد وبطبيعة الحال فإن مثل هكذا قرار يؤثر بلا شك على مصالح البعض ممن لا يريدون للدولة أن تزدهر وإلا كيف يفسر ذلك عندما تقرر الحكومة تنفيذ قوانين الدولة يطالب بعض الفاعلين بمهلة الشهر قبل التنفيذ إذن ما الدافع وراء مثل هذا السلوك وفي لقائه مع الفاعلين الاقتصاديين ومسؤولي الجمارك كان رئيس الوزراء واضحاً في كلامه عندما قال إن الأمر لا يتعلق بالتفاوض من أجل تنفيذ القانون بل يجب أن ينفذ واستطرد قائلاً إن قوانين الدولة يجب أن تطبق بالكامل وبلا استثناء هذه الرسالة موجهة أيضاً إلى جميع مسؤولي مصلحة الجمارك وخلال اجتماع السبت مع موظفي الجمارك كانت رسالته واضحة أيضاً وهي أنه لا يمكن التغاضي عن الأخطاء التي يرتكبها موظف الجمارك ويتعين على المسؤولين الاطلاع بمسؤولياتهم وأبدل الجهود من أجل المصلحة العليا للدولة ترجمة نانسي قنقر